شباب الأردني اللي فعليا دايما بيبرز بطاقاته بمجهوده بتفاؤله وبعنده هدف انه يوصل ويصير واليوم النموذج الشبابي معنا هو منذ الطفولة مميز معروف عندنا في الأردن وانا وكمال صراحة ساعدين جدا بوجوده معنا زيت حرعاني هايزن يهلي نشرفتها صباحك الحمد لله صح صح ما بارش بس شاف الكاميرا رن صح صح زيت انت سؤال وبصراحة متواصل من مبارح لليوم يعني انت مش نايم وجيتنا زي ما انت هيك كمالت سهرة وجيت لعننا ولا نمت وارتحت ونمت ساعة ونص ساعة ونص وهو المشكلة لا استقبال ولا ارسال همان وقلت المشكلة وما بنام أكثر من 8 ساعات بصحة تعبان يعني لو عندي امتحان وعندي بس 3 ساعات أنام بنام بصحة تعبان أكثر من لو ما نمت يعني بتنام 8 ساعات وبصحة تعبان لا يعني خلني حكي ايوة انا عندي امتحان وساعة 3 بالليل ولازم أصحة 8 لو بنمت هاي الخمس ساعات حصحة بصحة لأكثر صح بس بطل لك صح بطل لك صح صح الأحسن خلص زيد من الناس اللي بس يحس انه عنده شغلة وعنده مسؤولية معينة ما بيقدر ينام إلا لما يخلصها بس ينجزها بينام 18-20 ساعة صح صح جاء لك شغلة زيد أنا بعرفهم لما كان عمره تقريبا 9 سنين 9 سنين أول ما بلش زيد أنا عملت مع علقاء للناس اللي عملت معاك لقاءات صح من زمان من زمان حصلا تكبرنا كتير اليوم ما شاء الله شاب 17 سنة وفعليا بلشنا يعني حتى كمان صرت أحسك عارف إيش بدك على السوشال ميديا أنت كمؤثر اليوم نحكي شوي عنك بداياتك وأنا بعرف شوي بس ما رح أحكي بدي أسيبك أنت كيف بلشت معك أصدق أنك تسير مؤثر هو أول إش بصراحة كنت أشوف يعني سلوكيات غلط زي رمي النفايات على الشارع أو الناس اللي قاعدين ندخنوا قدام الأطفال يعني على الأقل إش إذا أنت بدخن يعني على الأقل أنه حاول احترم خصوصيته احترم خصوصيته أيها بالضب وبعدين فبلشت أنه أنزل فيديوهات عن هاي الشغلات وبعدين صرت أنزل فيديوهات على أنه نحاول نجيب دعم للمحتاجين دولي احتياجات الخاصة الأيتام وحاوليا قاعد أشتغل مع أمي تي دوبليو وقاعدين حاول نجيب تبرعات لأهلنا بغزة ونتعمهم الله ينصرهم ويحميهم يعني زيد أنا وياما بعض زملاء في هذا العمل وفعليا قديش إشي حلو أنك أنت اليوم توظف السوشيال ميديا في أنك أنت تخدم مجتمعك تخدم الناس اللي محيطة فيك ويتكون أنت منذ الطفولة عندك الحس أني أنا فعليا أدعم الغير قديش هذا الإشي أثر على شخصيتك قديش سقل من مهاراتك قديش حسيت أنك أنت اليوم يعني صار عندك وعي أكتر من أقرانك والناس اللي معك وبصراحة بالنسبة لي أهم إشي عندي يعني غير الشهرة وغير كل إشي أنه أنا قاعدة أبدعم الناس يعني حتى منه أنا صغير كنت بحب أنه أحط في فرحة الناس المحتاجين أنه أساعد الناس المحتاجين يعني منه أنا صغير كنت أروح على مناطق فيها ناس محتاجين والدايع اللي بشوفه قدامي لأنه أنت مستحيل تقدر تعيش تاني اللي قاعدين يعيشوا فيه برد ما عندهم فرشات ممكن يكون عندهم كثير شوب وما بتحمل الشوب فإنه بالنسبة لي أهم إشي أنه قاعدة أحاول أنه أدعمهم وساعدهم زيد أنا أعتقد أنه أنت اليوم لما حتى بدك تمسك الموبايل وتحكي طلع مثلا ستوري أو ريل بدها شوية جرأة من أنت صغير متعود على هذا الموضوع وبلشت فيه ما حسيت حالك خلينا نقول يعني متردد شوي خايف شوي هي مغامرة ممكن الناس يحبوني ممكن الناس ما يحبوني ممكن يحبوا المحتوى اللي عم بقدمه ممكن ما يحبوا سبيشالي أنه أنت اليوم متابعينك مفروض يكونوا من جيلك من عمرك يعني صح؟ وأغلبهم ما بفكروا بهاي الطريقة أغلب الشباب عندنا اليوم والمراهقين ما بفكروا بهاي الطريقة بصراحة يعني بالنسبة لي ما حسيت أنه في كثير مشاكل ممكن أنه يجي لك أهل واحد يعني بالمدرسة يتنمر عليك أو بواحد يجي يحكي بطريقة أنه سلبية أو يحكي عنك أنه هو مش عاجبه اللي بتنزله بس المهم أنه أنت تكون نفسك ويكون عاجبك اللي بتنزله ويكون أنه اللي قاعد تنشره إشي إيجابي ومش مهم للناس اللي قاعد تحكي يعني بالأخير إذا هم مش عاجبهم يعني يحاولوا يعملوا اللي أنت عملته صح فعليا إذا أنا اللي مش عاجبك وبتتنمر علي أو بتنتقدني دائما يأخي تفضل وإعمل اللي أنا بعمله لا مش مش ضرورة ما تتابعني إحنا فعليا لدينا هذا دائما المصطلح وشكرا زيد أنك حكيت عنه إحنا دائما باجي أنا بكون قاعد على التليفون ببلش أنظر وأكتب كومنتات وأعلق وإشي بتعمل طب تفضل اعمل الربع اللي أنا عملته اعمل المجهود اللي أنا عملته وورجيني ساعتها الإنسان اليوم بيكون فخور بكل تعب وإنجاز عم بعمله بحياته اليوم قديش السوشال ميديا أثرت في حياة الشباب وحياتنا إحنا ومجتمعاتنا والشباب اللي من جيلها قديش شايف أنت اليوم التطور هذا أثر عليهم وشخصياتهم وعلى طريقة حياتهم بحس أنه هي سيفت وحدين في عندك يعني سلبيات وفي إيجابيات في ممكن أنه يأدمن على السوشال ميديا مضي كتير وقت عليها ممكن لا خلودي بعلم تاريس عادي عادي هذا إشي طبيعي لما تشوف خلودي فجأة صارت تضحك يعرف أنه ذكرت شكل فمش مشكلة كمية وممكن يعني كمان يجي التنمر من خلال السوشال ميديا وممكن هيتأثر على الصحة يعني هذا الإنسان ممكن يدايب ممكن يزعل وبنفس الوقت يعني السوشال ميديا طريقة أنه واحد يعبر عن نفسه يعني خلني أحكي أنا جاي بدي أحاول أنه أدعم الناس المحتاجين وأطلع صوتهم وأطلع أنه الحالة اللي هم عم بيعيشوا فيها ووضحهم لباقي الناس بقدر أستعمل السوشال ميديا عشان أنشر هاي الشغلة فهي أكيد إشي إيجابي أنت كيف بتعبر عن نفسك بالسوشال ميديا يعني مثلا أي إشي بتشوفه بتحاول تطلع تحكي عنه ولا فيه أشياء معينة بس لما أنت تكون مثلا فيه شغلة أو موقف صار معك أو موقف دائقك تطلع بتحكي عنه بتشارك الناس شو الطريقة اللي بتعبر فيها وبصراحة المهم عندي الإشي اللي بدي أعبر فيه يكون إشي إيجابي وإشي بقدر أبني المجتمع فيه وإفيد الناس فيه أي إشي بقدر أنه فيه هاي شغلات يعني بنشر عنه فيديو وبحكي للناس أنه يا أخي أنت جي لك لأن أنا عندي ابني من جي لك أنت جي لك هلأ ابني رح يزعلنا حقات هيك جي لك كله يتولى على البيسي وإذا بده يعمل له فيديو مثلا ممكن أنه يصور حاله هو عم بلعب الجيمينغ وينزل وشو بيجيب فيوز وإلى آخره أنت كسرت القاعدة بصراحة زيد هل هي فكرة ماما ولا فكرتك أنت أنت قلت لها لا أنا بدي أبلش سوشال ميديا انفلونسر بس بطريقتي أنا يعني يعني مين اللي انت ولا ماما ولا حد لا أه مين اللي بلش بالفكرة فكرة أنه أنا أكون مش زي باقي شباب جيلي فكرة أوليتها قبل سبع سنين كنت أنزل فيديوهات جيمي مش بس جيمي كنت أنزل فيديوهات كيف تعمل تاكز أفسر شو أه أه أشياء التحيي بس حسيت حالك بجوز مش أنت لحية بصراحة هيك أي شي كنت أنزل بس يعني بصراحة عسيت أنه المحتوى الإنساني هو أحسن إشي بالنسبة لي لأنه يعني أول إشي أنه ما بحب هاي الشغلات اللي ما بقدر أفيد الناس فيها بحس أنه هيك إشي تافئ وبنفس الوقت أنه بحس أنه لو بهذا المحتوى بقدر أستفيد أنه أدعم الناس وبنفس الوقت يعني إشي حلو أنه أنا بمبسط بس أعملها بهمك المشاهدات؟ بصراحة بهمك المحتوى يعني فيه فيديوهات تيجيني ملايين فيه فيديوهات تيجيني مئات الألا بس أنا ما بتهمي هاي الشغلة بتهمني أنه الرسالة قاعدة توصل للناس إذا إجاه فيها وفيه ناس يعني بيشوفوا حالهم على المشاهدات يعني لو إجاهم مشاهدات بيشوفوا حالهم وهذا بحس شي غلط إنه بتصير ناس تكره يعني أنت ما شفت حالك ولا يعني هيك صعبك غرور مستغرور لما يصير يعني بتصير ناس تكره بيانوا لك معادن أصحابك يعني أنت اليوم لما صرت انفلوانسر واسمك معروف بالأردن زيت حراني معروف والكونتنت اللي أنت بتقدمه كمان معروف بيانت الناس اللي حواليك يعني بيان مثلا مين بيحبك عن جد مين واقف معك عن جد بيانت الناس اللي حواليك عن جد بصراحة يعني المفروض الباحد يارب في نجي صحابه هم أخلبيتهم يعني كلهم معي يعني الأصل اللي بخليهم حوالي وبقولهم الشغلات يعني الخصوصية يعني كلهم ناس قليلة نعم فيعني الحمد لله أنه كلهم معي وكلهم عم بتفشوني أهي الشغلة نعم جميل طيب هلأ أنت أكيد في ناس بتصاحبك أو بتمشي معك بس عشانك زيد حراني المشهور على السوشال ميديا عمرك تعرضت لهذا الإشي وعشان بس يتصوروا معك وأنهم يكونوا صحابك وحواليك وأنا يعني خلني حكي لو تعرفت على واحد بحاول أنه ما أحكي له من أنا عشان أشوف من هو عن جد يعني أنا تعرفت عليك برجيك صفتي على طوال خلاص بدك تصير صحفي صحيح يعني بتحاول أنه أنت تجرب الواحد تشوف من هو قبل ما تحكي له هاي الشغلة لايق هذا الشعور أنك أنت بس عشان أنا مشهور على السوشال ميديا بتصاحبني وبتحكي معاي أما لشخصي لأ نعم ونفس الشغلة يعني خلني حكي واحد مع مصاري واحدك تستفيد منه بتروح تصاحب على الطول مصلحجية نعم صح أكيد طب أعطينا رسالة هيك للشباب هاللي بجي لك اللي ما خدتهم الأجهزة الإلكترونية والجيمينج والقصص هاي والسوشال ميديا هل السوشال ميديا عبارة عن بابل كبيرة احنا عايشين في عالم فعليا هو خيال هو عن جد عالم خيالي ممكن الناس تروح عليه عشان تهرب من المشاكل اللي بتواجهها بالحياة هل كل شي على السوشال ميديا مصدق مستهيل لا في ناس بتروح بتنزل محتوى كذبية عشان الناس تقضوها بس فيه عن جد مش شي جد طيب أعطينا رسالة هيك عشان الشباب اللي عم بتابعوك بحس انه المحتوى اللازم يركسوا عليه مش بس هالمحتوى يعني الشغلات الغلط الشغلات تافة بحس انه لازم يحاولوا انه يركسوا على الشغلات الإيجابية وهم اشي انه يكون نفسه ما يحاول يخصب شخصية مش هو عشان الشهرة انه في ناس كتير هاي الأيام قاعدة تبين حالهم اشي وبالحقيقة هم اشي تاني قاعدين يعملوا شغلات كذبية باش عشان اللايكات الفولورس الشهرة بس بالحقيقة هم يعني ناس تانين فاهم اشي بالنسبة لي انه يكون نفسه ويحاول انه يركز على المحتوى الإيجابي وانه يستبعد عن هاي الشغلات المحتوى اللي يعني اللي بتحسيك ممنيحة نعم شكرا زيد شكرا زيد وانه نشكر ماما كمان يعطيها العافية ودائما معاك ومتابعتك والله يخلي لك إياها يا رب اتمنى لك نعمل التوفيق زيد يغطيك الفعل والله تصرفنا والله يسهدك اشتركوا في القناة